ازرع خوف الاستمرار يعني ايه في واحد يبتدي يطلع من مؤتمر زي كده سخن شوية يعمل حاجتين كويسين يبتدي يختفي ويصلي ويتوب وبعدين ايه طبيعي ايه اسبوع بالكتير ويرجع ايه للدوامة تاني عندك حاجة اسمه خوف الاستمرار يعني ايه الذي ابتدأ فيكم يكمل كلنا خدنا خطوة ماكملنهاش دي ما تخوفكش لازم تخاف اللي منكو بياخد ادوية مثلا للسكر او الضغط او الحاجات الكرونيك ينفع انت بتروح بالقتاك في الاول ضغطك عالي سكرك عالي بيديك دواتاني يوم تالت يوم بتتزبط بتوقف الدواء بتخاف توقف مش كده بتخاف ما تكملش والدكتور بيزعقلك الدكتور الشاطر هيزعقلك لانك لو قصرت ولا تدلعت في خطر على حياتك طب اذا كنا بنخاف ما نستمرش في ادويتنا على الارض ما نخافش ما نستمرش في اتفاق مع ربنا شوفوا القديس بوليس لما سيخ المر على بتوع غلطي قال لهم هكذا انتم اغبياء بعدما ابتدأتم بالروح تكملون بالجسد يعني ابتديتوا كويس ما كملتوش ليه ايه ثاني في لؤة 13 تقول حين اذا انت بتدئون تقولون اكلنا قدامك وشربنا ما علمت في شوارعنا يقول اقول لكم لا اعرفكم من اين انتم تباعدوا عني يا جميع فاعل الظلم طب دول ناس عارفينه على فكر شايفينه وفي بينهم حاجة علاقات قديمة لكن ما يعرفهم ازرع خوف المسئولية انت مسئول عن عمرك عن وقتك عن فلوسك عن اولادك عن علاقاتك عن جرانك عن موظفينك مسئول بدرجة انت عارف ان كل دول ربنا ممكن يسألك عليهم مش هيقول لك انت مسئول مسئولية كاملة لان كل واحد مسئول عن نفسه بس هيسألك عملت ايه مع فلان تقول له انا مالي مفيش او انا مالي مش كنت عايش معه ما حاولتش باي درجة تسايب ويغرق مش تمدي ايدك تنقذه مش ده ابني ربنا هيقول لك كده مش ده ابني ما كانش فارق معاك يغرق لازم تخاف من المسئولية خوف المسئولية هو اللي يخليك ما تسكتش على انسان تفرق مش عاوز حد يضيع مش عاوز حد تتعامل معاه في يوم الايام ما تلاقووش معاك في الفردوس عاوز تتلام مع كل حبيبك في السماء وتبقى خايف واحد منهم يقع الخوف ده هيخليك تخدم بزمة بصوا الاية الجميلة دي اللي قالها القديس بوليس يقول ايه فانه لا يستطيع احد ان يضع اساسا اخر غير الذي وضع الذي هو يسوع المسيح ولكن ان كان احد يبني على هذا الاساس حط ست انواع من المبنى هي ست انواع من الخدمات فيه quality of service like the gold وفيه quality of service like the ash دهب فضة حجارة كريمة خشب عشب قش فيه واحد خدمته اش تدخل النار تتحرق فيه واحد خدمته نار تدخل النار تطلع احسن what kind of service you serve تخايف؟ مش خايف من نوع الخدمة؟ مش خايف من المسئولية؟ يا ترى خدمتك هتطلع انهي نوعه لانه بوليس كان بيخدم خدمة من نار لانه عارف انه فيه نار هتيجي تمتحن الشغل بتاعه شكرا